طيب أحمد يلا سريعا نروح للدوري الإنجليزي طبعا الدوري الإنجليزي يعني رغم بعض التوقفات بسبب فيروس كورونا لكن الصراع مشتعل ما بين السلاسي بنتكلم على المان سيتي وشيلسي وليبربول شايف خلاص هو ده السلاسي المرشح للحصول على البريمير ليج هل المان يونايتد ممكن يخش الأرسنال جيه من بعيد جدا هل ممكن يخش خلال النص التاني من البطولة يعني خلينا نقول أنه سياسة النفس الطويل تجبرنا أننا نفرض الثلاث أسماء بس منشستر سيتي وليبربول وأرسنال وليبربول وتشيلسي طفرة أرسنال آه طفرة محترمة جدا ومحمودة جدا خاصة أنها جاية بعد فترة من الإخفاقات المعنوية والفنية وعلى كل الأسعادة ولكن أنا أعتقد أنه اللي بقاء في المركز الرابع في البكفور والوصول لدوري أبطال أوروبا السنة الجاية هو أقصى إنجاز يقدر يحقق أرسنال السنة دي تحقق بقى بمركز كويس في البكفور هو ده اللي يكون الطفرة والإنجاز ولكن منافسته على اللقب آه التشكيلة اللي بتلعب دلوقتي مع أرسنال والنهج اللي بينتهجه مايكل أرتيتا والأدوار اللي عملت اتاخد لبوكايوساكا والمارتينيلي والعناصر الشباب والكلام ده ممكن يودي أرسنال للموسم الجاي بشكل أقوى لو استجاب لعمل صفقات أكتر أو كده ولكن أعتقد أن المنافسة منحصلة في السلاسي منشستر سيتي بنسبة 70% مثلاً وتتبقى الثلاثين في المال باقي بالليفر بول والشيلسي لأنهم وقت الماتش بينهم خدم منشستر سيتي بشكل كبير جداً يعني وقته في الجولة دي تعديداً والتعادل كمان النتيجة النتيجة دي تحصل تعادل وهو كان بيكسب أرسنال بسيناريو معقد جداً 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 فأعتقد أنه منشستر سيتي خد هدية واستجاب لها بشكل كبير والصراع منحصر بين الثلاثة دول فيما تبقى من الماتشستر نتكلم بشكل يعني تفصيل شوية عن مباراة كبيرة أنا في رأي من أفضل مباريات في البريميا اللي جي السنة دي مباراة ما بين تشيلسي وليفر بول وتقلق بصراحة الفرئتين يعني بصراحة الفرئتين عملوا مباراة كبيرة جداً جداً من أول من بداية المباراة نهايتها وكان التعادل الإيجابي 2-2 الماتش كان من أجمل الماتشات اللي تلعبت في السنة دي في الكورة بأهدافها تقريباً ما فيش جون وحش مثلاً يعني جون سادي وماني هو الوحيد العادي هو عادي رقص الجون وشاطها برضو بس يعني اللي بقيت الأهداف كلها هدف رائعة جداً بالذات جون كوفازيتشي من تشيلسي وجون محمد صلاح فيه تناسق يعني بدأنا الأهداف المركبة الهداف العادية اللي كان بيجيبها صلاح هو ما بقاش بيقبلها بقى بيقبل أهداف مركبة هدف فيه استلامة وفنت وسرعة وترئيصة بالشكل اللي هو بدأ يتميز به الفنت اللي عمله مع ماركوس أولونسو ده هو عمله مع كريده كل يبالي من سنتين بالزبط وبقت زي سيمة كده باركوت كده لمحمد صلاح والحطة اللي هو حطها بعد ما مندي أفل عليه الزاوية التانية تماماً حطها تشيب ببسيط جداً ببطن نجلو هدف من أرواع الهدف اللي سجلها محمد صلاح مع أنه يبدو هدف عادي ولكنه هدف مش عادي على الناس زي ما بقولك هو الهدف يبدو للناس اللي بتتفرج أنه هدف سهل لكن أنا في اعتقاد الشخصي طبعاً طبعاً يعني صورة من أهداف محمد صلاح العظيمة ده طبعاً هدف يعني من الأهداف كمان هدف كفزيتش معقد وصعب جداً 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 صعب جداً لواقف على رجله وعامل الكرباج بشكل أكتر من رائع لدرجة يعني حتى بعض اللاعبين في الملعب بيستغربوا أنها هدف يعني بيبصوا كده لقوا كرة هدف مباراة فيها أهداف مميزة جداً زي ما بقولك كمان هدف صلاح مميز لأنه بزاوية صعبة قوي يعني أي حارس مرمى متوقع أنه هحيحط الكرة على يمين الجديه كمان صلاح رغم أنه هو بيبقى مفروض عليه رقابة لصيقة في كل مواطنشه مع كل خصم ومع كل أنماط الباك لفتاة اللي بتلعب عليه برضو بيعرف يحط نفسه في الوضع ده وده اللي بيفرق اللعاب الكبير من اللعاب الغير أنا لما أعرف أخذ الاربعة خمسة متر بعد ما أبقى جاري في خمساشر متر مع الباك وبردو بوصل للجون وبنفرد ده معناه أن أنا لعاب كبير جداً وانا أوصل لحطة البقعة دي من الملعب وحطها بالشكل الهادي ده ده معناه أنه خلاص محمد صلاح يعني بقى الموضوع متبرمج بقت العملية متبرمجة أنا بوصل للتمنتاشر بعمله بعد كاس 6 كأن روبوت متبرمج بيعمل إيه بالزبط صحيح يا أحمد وكمان خلي بالك محمد صلاح يعني القرار السريع في الوقت المناسب ده بيفرق حتى على كان هجيب جن أكتر من رائع من وسط الملعب جن اللي في الشوت الثاني يعني كان هجيبقى هدف والتصدي أروح من الشوت ومتعرفش أنا أحسن من أنا صحيح فكان مباراة على المستوى المستوى الفني مباراة رائعة تعالوا مع حضراتكم تشوف أرقام هذه المباراة لأن زي ما بيقول وأكيد أحمد بيقول وكل الناس الفراجد قالت من أحسن أو أفضل مباراة للبريمير ليج السنة دي مباراة على مستوى أكتر من رائع نشوف أرقامها مع حضراتكم طبعا ليبر بول واتعادوا مع تشيلسي 2-2 الفرص 7 فرص لليبر بول أحرز منها هدفين نفس عدد الفرص لتشيلسي 7 فرص أحرز منها هدفين الأهداف المتوقع قريبة جدا 1.1 لليبر بول 1.7 لتشيلسي لأن فيه فترة أعتقد آخر المباراة أحمد ربع ساعة الأخير كان يمكن تشيلسي كان ضغط وخلق فرص كبيرة للتهديد الاستحواز 45% لليبر بول 55% تشيلسي نسبة تمرات صحيحة لليبر بول 78% مقابل 84% تشيلسي تصويبات 9 لليبر بول ما بينهم 5 ما بين القائم والعرضة 14 تزديدة لتشيلسي منهم برضو 5 ما بين القائم والعرضة رضيات 8 لليبر بول 17 تشيلسي الركنيات 7 لليبر بول 6 لتشيلسي شفت الأرقام دي زي؟ الأرقام بتدولك أن المتش تعريبة من الكرة ما تلعيش في القاو صحيح كرة ما تلعيش في القاو طول المتش تعريبة وكانت يعني أنا ما كنتش عارف أحيانا بتبقى أنا مش قادر أميز من كتر ما لماتش سريع هل قدرة المهاجم على الوصول للـ 18 نتيجة عن سرعة رهيبة أو دقة تمرير مختلفة أو من سوق تمركز أو حاجة بس يعني ممكن يكون ده مستهجا في المستوى العالي ده ولكن مثلا الهدف بتاع صلاح احنا كلها ركزنا في العمل وصلاح بس ما حانش ركز في العمل وارنود يعني الباص إن أنا يبقى باكرايت داخل في نص الملعب وجاي من الدايرة وفاتح للوينج ليفت الفاتحة دي حاجة مش سهلة بالنسبة لباكرايت ما بالك بقى بالعناصر الأجمال اللي كانت شغالة فأعتقد المتش كان يعني معبر جدا عن يعني الأرقام معبرة عن سياقه اللي حصل فيه وإن كان باحمد صلاح في آخر المتش في سبريت من سبريتات لو كان هندرسون ادهاله مش كورتوس جونس كان الموضوع خلص وكنا متكلمنا على حاجات تانية خالص لأن محمد صلاح مثلا كان فيه رقم ممكن هو دلوقتي حاليا متشاوى مع دي بروين هو أكتر لاعب مش من تشيلسي وسجل فيهم أهداف بعد ما مش برصيد أربع أهداف هو للموسم الخامس على التوالي بيتسبب في 25 جن أو أكتر في البريمير ليج الوحيد اللي عمل الرقم ده هو تيري هونري وصلاح فيفرق عنه وعملهم على التوالي وكمان ده الموسم الحضاشر اللي محمد صلاح يسجل فيه عموه من ساعة لما بدأ كرة القدم من ساعة لما بدأ حضاشر موسم لازم كل موسم يسجل فيه فأعتقد لو كان محمد صلاح جاب الجون الخامس كمان في تشيلسي كان منفقها ينفرد برقم مهم جدا خصوصا في ظل بن قسين طبع السقر اللي بين صلاح واتشيلسي من ساعة لما هو ميشي بعد ما تشيل بس معجزي مورينيو